اشتركوا في القناة برنامج حافل وزيارات متواصلة لمختلف المرافق في محافظة المحرق قام بها وفد منظمة الصحة العالمية بمعية ممثل المحافظة للإطلاع عن كثب على ما تضمه المحافظة من بنا تحتية ومباني متطورة تضم أحدث التقنيات التي جاءت متوافقة مع متطلبات برنامج المدن الصحية بالمفروض كان وصلنا من قبل ما نيجي التقييم الذاتي لتنطبيق معايير ومحاور المدينة الصحية طبعا التقييم الذاتي بيبقى حسب التسع محاور اللي تحتهم الثمانين معيار من خلال مراجعتنا للتقييم الأولي أو التقلييم الذاتي بمساعدة وزارة الصحة في ملكة البحرين لقينا أن فيه إنجازات كويسة حبينا نشوفها على أرض الواقع لما جينا شفنا الحقيقة يعني أكتر من المكتوب يعني يمكن مرات ما بنشوف التطبيق أو بنشوف المكان برضو طبعا المراجعة الورقية بتدي فكرة لكن أما بنشوفها على أرض الواقع لمسنا في تعاون يعني كويس جدا أو بين كل القطاعات ممثلة في رؤسائها أو ممثلين منها مؤمنين بمسهوم التعاون بين القطاعات أو إدراج الصحة في عمل جميع القطاعات هذه الجولة التي قام بها الوفد إلى عدد من المواقع والمرافق لفتت أنظارهم لما تتمتع به محافظة المحرق من مقومات للحصول على لقب المدن الصحية فجاء مستشفى الملك حمد الجامعي بخدماته الطبية والتمريضية التي يقدمها للمرضى ليحصل على إشادات واسعة بينما تركت زيارتهم إلى المؤسسات المجتمعية انطباعا جيدا لما تقدمه من خدمات متنوعة لمنتسبها من مختلف أعمارهم بالإضافة إلى المرافق الأخرى التي تضمها المحافظة أعتقد أن المحرق لا تتجمل المحرق جميلة بكل المعنى ففيها كل المعايير إضافة لأمور أخرى قد تزيد على المعايير لوضعتها منظمة الصحة العالمية بالإضافة إلى المراكز الصحية والتعليمية وكل ما يتعلق بكرامة الإنسان من إسكان من تعليم إلى آخره برنامج الزيارات الخاص بالوفد والذي أعدته المحافظة للمرافق المختلفة في المحرق منح منطقته لبسيتين والساية الفرصة لحمل لقب المدن الصحية والذي سيتم الإعلان عنه قريبا من قبل منظمة الصحة العالمية تأتي زيارة وفد منظمة الصحة العالمية تمهيدا للإعلان عن اختيار منطقتين الساية والبسيتين كمدنة صحية بمحافظة المحرق وذلك لما تتمتع به تلك المنطقتين من بنية تحتية ومنشآت حديثة ومتطورة خولة لقرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر